زيكو حبيبي عاملين ايه بناء على طلابكم كاملين مع بعض احداث مسلسل التمن سألتوكو قلتلكو ان المسلسل بيختلف تماما عن النسخة التركية لكن كان تصوتكو ان انا انزل برضو النسخة التركية خلينا النهاردة نشوف ايه اللي ممكن يحصل في حلقة العشرة من مسلسل التمن نور بتروح وانهية وندية على الدكتورة علشان تشوف الجنين وساعتها بتكون صدمة قوية جدا ان الجنين هيكون بنت كانت فاكرة ان هو ولد وكانت سعيدة جدا ومبسوطة لكن بتتفاجئ لما بتروح للدكتور وبيطمنها على كل حاجة في الجنين وبيقول لها لازم تتابع الفيتامينات اول باول وبيطمنها ان وضع الجنين كويس كان فاكرين ان ده هيكون ولد وكانت عايزة تسميه ابراهيم لكن بيطلع بنت صدمة قوية طبعا ليها وبكاء وطبعا كانت مصدومة وبتحاول نادية تهون عليها وتقول لها ان ما هي مهمش اذا كان ولد ولا بنت اهم حاجة الخلقة الكويسة وانه يطلع كويس ويعني البنت تكون صحتها كويسة مش اكتر من كده لكن نور كانت بتبكي دايما وبتعيط ويه ابراهيم لما بيعرف بيقول ليه بتعيط وبتبكي احنا عايزين اي حد بنت او ولد لاتنين واحد عندي ونادي كان رأيها ان كده كده في حفيد بيحمل اسم العيلة اللي هو ابراهيم الصغير لكن نور كانت قلباها محزنة وبتعيط دايما طول الوقت ويه سالم شافها اكتر من مرة وحاول يهديها ويقول لها ان عادي حتى لو جابت بنت لكنها كانت بتعيط ويه مش عايزة البنت تيما بتتكلم مع كرم عن موضوع سارة ولما سألها جابت منين الفلوس دي كلها قالت ان هي اتدينت من الاصحاب كلهم وفي واحدة صديقتها دينتها مبلغ كبير وكمان يعني عملت ما في وساعها علشان تدبر الفلوس لعملية ابنها ابراهيم زين بيعترف بحبه لسارة لكن سارة قالت ان هي بتكره وانها كل ما تشوفه وتفتكر اللي حصل في الماضي واللي عملوا فيها وبتكرهه اكتر واكتر وبتروح سارة علشان تقدم على الشركات اللي المفروض تتوظف فيها لكن زين حضت في اعتباره ان اي شركة هتروح سارة فيها هيحاول ان هو يكلم الناس اللي شغالين فيها علشان خاطر ما يقبلوهاش معاهم لانه محتاجها ومش قادر يستغنى عنها ابدا اما بالنسبة لتيمة عربيتها بتتعطل مش عارفة تعمل ايه بتتصل بكرم بيروح وبياخدها وبيوصلها على البيت وبتطلب ان هي هو يطلع ويشرب معاها اهوان سمية بتدي زين الساعة بتاعة ابوه قال لها ومن اللي قالك ان انا اصلا محتاج اشوف ساعته او حتى اي ذكرى من ذكرياته المفروض انك تنسيه وكفاية كده بقى لكن كان رد سمية ان ابوه غصب عنه اللي حصل وان الحياة دي اللي كان يعرفها هي اللي كانت قصدة تعمل فيه كده وان هي لسه عايشة على ذكرى وانها مسامحاة مهما عمل فيها ولما اسهب لها الفضيحة ومات نادية بتتصل علشان تطمن على ابراهيم وساعتها ابراهيم جزها بيسمعها بتفكر ان هو مداية لكن بيشجعها ان هي فعلا تروح وتزوره وتاخد له كمان هدية معاها الهدية دي اللي كان بيحبها ابوه هو صغير يعني لعبة كده كان بيحبها بتفرح جدا نادية بالمبادرة بتاعة ابراهيم وبتروح علشان تزور ابراهيم الصغير وبتاخد اللعبة معاها وبيفرح بيها جدا اما سالم فمش مرتاح ابدا في الكورس اللي بياخده ده يعني ما بيركز اصلا فيه وبتكلم كتير مع البنات وبتسأله اخته عامل ايه بيقول لها يعني كويس اما بالنسبة لي كرم بيسأل زين لو صارة كانت جات لك وطلبت منك الفلوس 200 دولار وقارت لك ان هي عندها طفل مريض هترضى ان انت تدي لها المبلغ زين سكت شوية وقال يعني ما اعتقدش ان انا اديها مبلغ زي ده اديها مبلغ زي ده ازاي وهي لسه يدوب في الشركة لسه جديد وانت كنت هتعمل ايه يا كرم كرم قال والله هي ام صراحة ومضحية وتستاهل فعلا لو انا كنت يعني معايا الفلوس دي او كنت صاحب الشركة او هي طلبت مني كنت حديها الفلوس على طول كرم بيتكلم مع زي بخصوص حفلة راس السنة وبيتكلم كمال في موضوع صارة ممكن ازاي يقدر يرجعوها تاني للشركة اما بعد كده فبنشوف نادية كانت موجودة عند صارة وبيفتكروا فارس وبيتكلموا عنه وعن ذكرياته وبتقولها ان هي حتيجي تزورهم دايما وبيخرج بعد كده ابراهيم الصغير من المستشفى وبيروحوا على البيت بعد تحسن حالته اما بالنسبة لي ابراهيم كان بيسأل عن سالم فبترد النور وبتقول ان هو موجود مع واحد صديقه وبيذكروا علشان الدورة صعبة كتير فراس بيقول ان فعلا الدورة صعبة وان مواد يعني مش سهلة ابدا بواب يكسفوا بقولوا انت من امت اصلا بتفهم وبتيجي نادية من برا ونور بتقول معرفش مرضتش تقول ليه هي رايحة فين لكن ابراهيم طبعا كان عارف ابراهيم بيبدأ يوضب القوضة علشان خاطر البيب اللي جاي رغم ان نور ما كانتش عايزة ابدا ان هي تعمل قوضة جديدة ولا توضب لانها كانت زعلانة ان اللي حتيجي بنت فراس بيسأل نادية كنت فين رد ابراهيم علشان يمنع من الاحراج وقال ازاي حفدنا ابراهيم الصغير وساعتها كان الصدمة قوية للنور ان ابراهيم عارف ان مراته نادية كانت بتزور ابراهيم والوضع عادي بينهم وبتروح سارة على السينما مع ابراهيم وساعتها بتشوف كرم وزين موجودين هناك وكرم بيبدأ يتعرف على ابراهيم الصغير وكان موقف محرج لسارة لانها كانت متضايقة من زين الفيديو بيخلص وبقول لكم برضو ده من النسخة التركية معرفش ممكن يعملوا ايه في مسلسل التمن الفيديو بيخلص اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد اشوفكم على خير باي باي